قضية أخرى من الحاجات اللي موجودة على تويتر من امبارح الحقيقة بطبيعة الحال في هاشتاجز حق نايرة أشرف وجامعة المنصورة وغيرها من الهاشتاجز الأخرى ما فيش شك إنها كانت يعني ليلة حزينة على مصر كلها مش على المنصورة بس بسبب الحادث المؤسف البشع اللي وقع بالأمس فتاة جميلة في مقتبل العمر وفتاة جماعية وربنا يصبر أهلها يا رب مش هخش في المنطقة بتاعة الجهل الجهل من البعض على مواقع التواصل الاجتماعي ولو أنني أتمنى إنه اللي بيكتبوا للأحاجات دي الناس دي لازم تتفحص نفسيا اللي هما بدل ما ينددوا بالجريمة ويعزوا أصفة الضحايا يبدأ أقول لك أصلي ما يمكن حشان اللبس أصلا عميت حاجة غلط قمة المرض مرض بشع في نفوس البعض حقيقة مرض بشع أن يبحث البعض عن مبرر لجريمة قتل لجريمة ذبح بهذا الشكل الناس دي يا جماعة محتاجة تتفحص نفسيا أخشى أنه اللي بيخلق مبررات للجاني يبقوا زيه يبقوا في يوم من الأيام ممكن يعملوا زيه ولذلك عشان كده بقول محتاجين يتفحصوا نفسيا آخر التطورات في هذه الجريمة البشعة السيادة المستشار حماده الصوي سيد النائب العام أمر بحبس المتهم محمد عادل أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل الطالبة نيرة عمدا مع صبق الإصرار أمام جماعة المنصورة بعدما أقر المتهم خلال استجوابه بالتحقيقات بارتكابه الجريمة وإجرائه محاكاة لكيفية تنفيذها بمصرح الحادث النيابة العامة استجوبت المتهم فيما نصب إليه من الاتهمات وأقر بارتكابه الجريمة جريمة القتل قال أنه ده بسبب خلافات خلافات كانت ما بينه وما بين المجني عليها اللي رفضت أنها ترتبط به استمعت أيضا النيابة العامة منذ توليها التحقيقات وفور وقوع الحادث إلى عشرين شاهد منهم والدي المجني عليها وشقيقتها واللي أكدوا وأحد الطلاب بالجامعة تعرض المتهم الدائم للمجني عليها بسبب فشل علاقتهم ورفضها لشخصه وعقدت جلسات عرفية وحرروا محاضر رسمية ضده منذ ما يربوا إلى أو على شهرين لأخذ تعهده بعدم التعرض لها كما أكد ثلاثة عشر شاهدا من طلاب وعملين بالجامعة وبمحيطها رؤيتهم للمتهم حالة كابهة الجريمة إبان تواجدهم بمحيط مصرح الواقعة ممكن نقف لحظة عند النقطة دي لأن برضو البعض على مواقع التوصل الاجتماعي كان بيتكلم في إطار أنه يا جماعة إزاي ما حدش تدخل يمكن ده موقف أنا شخصيا بنحازلي في بعض الحوادث لكن الحادث ده كان مختلف لأنه المجرم القاتل نفذ الجريمة في ثوانم حوالي نص دقيقة نص دقيقة دي والمرة أي حد رايح جاي ودماغه مشغولة ادرسته بشغله عنده مشاكل بيفكر في حاجة ما بيفكرش في حاجة خالص في لحظة أنه سمع حد بيصرخ أول حاجة هيعملها إيه؟ هيبدأ يدور السريخ ده جاي منين؟ هيبدأ يحاول يستوعب هو إيه اللي بيحصل؟ هو ده بجد ولا مش بجد؟ لما يبدأ يستوعب يبدأ يحاول يفكر هو ده بيحصل ليه؟ في اللحظات والثواني دي عبال ما يوصل لمرحلة أنه يتيقن من أنه في جريمة بترتكب وفي سكينة وفي عملية دبح خلصت في 30 ثانية ولكن في نفس الوقت لحظوا حضراتكم ولو كنتوا من الناس اللي يعني حظهم سيء أنهم شافوا الفيديو المؤسف ده لحظوا حضراتكم وكل التحية لرجل الأمن واحد من الأفراد الأمن فيه جماعة المنصورة كنت أتمنى من المولى عز وجل ولا أحمله الخطأ أبداً أنه تدخله كان يبقى بدري لكن تدخله كانت في لحظة عقب ما نفذ المجرم جريمته لكن لو ما كانش تدخل بهذه الشجاعة كان وارد الحادثة تبقى أكتر من واحدة وارد واحد بهذا الخلل في هذه اللحظة تخيل بقى الناس لما تبدأ تقرب منه هيعمل إيه؟ هيلوش إنما هذا الرجل الشجاع اللي لو يمكن لو كان فكر مرتين ما كانش يخدل الخطوة دي يقولك طب ما للسكينة دي يجي فيها لاتعور لموت إنما هو بكل شجاعة وخلي بالحضراتكم بكل ذكاء الطريقة اللي دخل بيها على المجرم عشان يقدر يكتف إيديه وعلى فكرة كان حتى بيقول في التحيات إنه هو كان المجرم بيحذره بيقوله لو جدع قرب هو ما فكرش ربنا يحفظه يا رب ومش عارف أقولي الواحد ما بيحب الشيدي على حد وحادثة مش يعني مش عارف لوحد يقول فيها إيه بصراحة